بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وأبناتنا طالبات وطالبات الصف الثالث الصناعي الأقسام الميكانيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة رجعت لكم تاني بمادة جديدة والنهاردة جايين لمادة مهمة جدا هي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج النهاردة رجعت لكم بمادة التخطيط وإدارة الإنتاج وفي الأول لازم نبقى عارفين إحنا بندرس المادة ليه كتير من الطلبة بيسألوني على كل مادة إحنا بندرس دي ليه لو إنت عرفت كويس هي المادة دي إنت بتدرسها ليه مش هتحتاج تحفظ فيها حاجة إنت حتبقى محتاج إن إنت تفهمها لو كل جزء قريته بعناية على إنك عايز تحقق اللي موجود فيه حتلاقي نفسك إن إنت بقيت مجتهد جدا وبقيت حافظ المادة بحالها من غير ما تعرف من غير ما تحفظها حتبقى متمكن من المادة العلمية هي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج معمولة ليه؟ من اسمها؟ اسمها التخطيط وإدارة الإنتاج إحنا في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج بنحاول نخلي الطالب اللي خارج من عندنا في التعليم الفني يقدر زي ما يكون هو فني وبيقدر يطلع إنتاج لا ده كمان يقدر يعمل مشروع خاص به والمشروع ده إزاي حيديره وإزاي حيحصل إن يقدر إنه يحسب التكاليف بتاعته وإزاي يكون عنده أجزاء إدارية في المشروع بتاعه بحيث إنه يحسب تكاليفه ويحسب كمان المصاريف بتاعته إذا كانت مصاريف مباشرة أو غير مباشرة وغير كده كتير حنبدأ النهاردة درس النهاردة وهو عناصر المشروع بس في الأول أنا عايزك تفرق ما بين كلمتين الكلمة الأولى كلمة المشروعات والكلمة التانية الشركات إنت لما بتيجي تعمل أي مشروع ممكن المشروع ده يبقى مشروع خاص يبقى هو خاص بك إنته إنت الوحيد اللي حتديره وممكن تكون إنته بس اللي شغال فيه إنما لو المشروع ده عبارة عن شركة يبقى فيه مجموعة من الأفراد حيكونوا موجودين معاك مساهمين معاك في رأس المال وغير إنهم مساهمين في رأس المال ممكن يكونوا بيشتغلوا كمان ولهم وظايف جوه يبقى أنا دلوقتي ممكن يبقى عندي شركة بس فرق ما بين كلمة شركات وما بين كلمة مشروعات لما بتكلم عن شركات بنتكلم عن شكل الشراكة اللي ما بين الأفراد وبعضها إنما لما بنتكلم عن المشروعات بنشوف المشروع ده الهدف منه إيه هل الهدف منه إنتاج؟ هل الهدف منه خدمة؟ هل الهدف منه أن يغذي مشروعات تانية؟ يبقى أنت لما بتكلم عن مشروع بتتكلم عن هدف من المشروع إنما لما بتكلم عن شكل شراكة يعني شركات بنتكلم عن إزاي الشركات ديت بتكون شكل الشراكة فيها وشكل رأس الأموال فيها حيكون إزاي؟ النهاردة هناخد مع بعض كذا جانب مهم جدا أهمها يعني إيه شركات؟ يعني إيه مشروعات؟ وإيه أقسامها؟ بعد كده هنعرف إن أي مشروع بيتكون من إيه؟ عناصر اللي حعمل من خلالها المشروع إيه؟ طيب نروح لأول حاجة وهي الشركات الشركات ممكن يكون المشروع بتاعك مشروع خاص إذن كده ما بقاش شركة ما فيش شراكة معاك فالمشروع الخاص هو المشروع اللي بيمتلكه صاحبه برأس ماله وهو اللي بيديره إنما لما تكلم بقى عن إنه هيبقى فيه أكتر من شخص يبقى عندي فيه شركات اسمها شركات المسئولية المحدودة ممكن يكون عندي شركات اسمها شركات التوصية البسيطة ممكن عندي شركات اسمها شركات التضامن يبقى أنا دلوقتي إذا ما كانش المشروع بتاعي مشروع خاص هيكون عندي ثلاث أنواع من الشركات المسئولية المحدودة، التوصية البسيطة، والتضامن تعالوا نشوف كده مع بعض البنود اللي حتتحقق في كل شركة عشان تبقى تحت المسامة اللي احنا تكلمنا فيه نبص كده مع بعض أول حاجة عندي أول نوع من المشروعات قلنا وهو المشروع الخاص والمشروع الخاص اللي هو المشروعات اللي بيمتلك رأس ملها الأفراد والجماعات وبالتالي فهي تدار بواسطة هيئة من القطاع الخاص والمشروعات دي لا تخضع في إدارتها إلى التدخل المباشر للسلطات العامة طيب تعالى بعد كده نشوف شكل الشركات الشركات بتاعتي نمرة واحد شركات المسئولية المحدودة نمرة اتنين التوصية البسيطة نمرة تلاتة شركات التضامن يبقى لو ما كانش مشروع خاص يبقى عندي شركات المسئولية المحدودة شركات التوصية البسيطة شركات الايه التضامن طيب تعالى نشوف كده كل شركة حيكون تشكيلها ازاي نمرة واحد شركات المسئولية المحدودة بتتكون من شريكين يعني اكتر من واحد يعني لو واحد يبقى مشروع خاص يبقى شريكين او اكثر ممكن يوصلوا لخمسين شريك ورأس المال يقسم على حصص متساوية وبيدير الشركة شريك او اكثر من من الشركاء خلي بالك انهم شريكين او اكثر ممكن يوصلوا لخمسين شريك ورأس المال بيتقسم ما بينهم يعني الشركة كلها مساهمة في رأس المال تعال نشوف للتوصيل البسيطة شركة التوصيل البسيطة بتتكون من فريقين من الشركاء أحدهم متضامن في المسئولية عن ديون الشركة والفريق الثاني من الشركاء لا تتعدى مسئوليته عن نتائج أعمال الشركة الفريقين دول واحد بيكلم عن الشركة والمسئوليات المالية والفريق الثاني بيكلم عن نتائج الأعمال والإنتاج اللي بيطلعوه نمرة ثلاثة شركات التضامن بيكون كل منها شخصان أو أكثر لازم تكون ما بينهم ثقة متبادلة في التصرف واللي بيقوموا به في الشركات في مجال عمل الشركة بيبقى ملزم لباقي الشركاء يبقى أنا شركات التضامن دي بيبقى في ناس هي اللي بتدير والناس التانية اللي دخلين برؤوس أموالهم بيكونوا طرحين الثقة في الناس اللي مسكين الإدارة طب تعالوا كده نشوف في الشركات دي لو الشركة اللي هي شركات المسئولية المحدودة اللي هي أول نوع اللي بتكون عبارة عن فرض أو أكتر تعالوا نشوف هنا تعالوا نشوف مع بعض إيه هي المميزات والعيوب اللي موجودة في الشركة الشركات المسئولية المحدودة هتبقى صغيرة هتبقى من مميزاتها نمر 1 سهولة إجراءات التكوين نمر 2 مسئوليك جميع الشركاء المحدودة بقدر الحصص بتاعتهم يعني لو واحد له سهم غير اللي له سهمين غير اللي له ثلاث أسهم وكل واحد كلما هتكبر حسيته كلما مسئولياته هتزيد نمرة ثلاثة قصر الاشتراك على الأشخاص الطبيعين دون المعنوين يعني كل واحد له في رأس المال هيكون موجود داخل الشركة طب تعال كده نشوف عيوب الشركات بتاعة المسئولية المحدودة عيوبها أول حاجة لا تستطيع تلك الشركة عرض رأس مالها للاكتتاب العام ما ينفعش ندخلها في البورصة نمرة ثلاثة لا يكون نشاطها في أعمال البنوك أو التأمين أو الادخار لأنها طبعا شركة مسئوليتها محدودة رأس مالها محدود جدا وبالتالي مش هقدر أعملها في ادخار أو أعمال بنوك تعال نشوف تاني نوع من أنواع الشركات شركات ذات التوصية البسيطة تعال نشوف مميزاتها مميزات شركات التوصية البسيطة أن يمكن التوسع في رأس المال وطبعا طالما فيه توسع يبقى أكيد فيه مخاطرة هنا أنا بقدر أتوسع في شركات التوصية البسيطة بقدر أتوسع في رأس المال وبقدر أعمل زيادة لضخ الأموال تاني حاجة طالما أنا عندي بقدر أتوسع يبقى لازم حقدر يبقى فيه أخد ثقة البنوك يعني أقدر أخد منهم قروض تعال نشوف العيوب طالما أنا بقى عندي توسع في رأس المال يبقى اكيد هيبقى فيه نطاق للمخاطرة يبقى ده اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة نمرى به عدم توفر المرونة الكافية اللي بتميز المشروع الفردي ما فيش مرونة أنا صاحب المشروع في الفردي يبقى أنا أقدر أغير في المشروع إنما ده طالما بقى شركة ما أقدرش أغير إلا برأي الشركاء نمرى ثلاثة رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية يعني كل واحد طالما قدراته المالية تكبر يبقى أنا أقدر أكبر الشركة تعال نشوف تالت نوع واللي هو شركات التضامن مميزات شركات التضامن أول حاجة إتاحة الفرصة العدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها نمرى به اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة نمرى جيم تكوين رأس مال الشركة وفقا لقدرات الشركاء ووفقا لقدرة شخص واحد ممكن يغير قدرتها إنما لو جيت ويمكن طبعا أن أنا في الشركة الحصول على القروض المصرفية لأنه طبعا بقى رأس المال بتاعها كبير إنما لو جيت أتكلم عن العيوب حقول إن من العيوب التساع نطاق المخاطرة طالما أنا أقدر أتوسع وبدخ أموال زيادة يبقى أنا ممكن أبقى فيه مخاطرة للخسارة نمرى به عدم توفر المرونة الكافية اللي بيتمايز بها المشروع الفردي لأن أنا مش هقدر أتوسع في مشروعي إلا برأي الشركاء نمرى جيم رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية زائد النوافات أحد الشركاء بيعرض الشركة للانهيار لأن طبعا ممكن رأس المال الجزء الخاص بالشريك اللي توفى ممكن يتسحب مني طيب تعالى بعد كده أنا كده دلوقت خدت يعني إيه شركة وعرفت إن الشركات تلت أنواع غير المشروع الفردي المشروع الفردي ده بيملكه صاحب المشروع إنما لو شركة يعني فيه شركاء يبقى فيه توصية بسيطة فيه شركات التضامن فيه شركات المسئولية المحدودة طب أنا دلوقتي لو كلمت عن مشروعات لابقى أنا دلوقتي في أول حلقة قلتلك إن أنا لو بتكلم عن مشروع يبقى أنا بتكلم عن هدف من المشروع المشروع بتاعي حيعمل إيه؟ خلي بالك إن أنا فيه مشروعات اسمها مشروعات استثمارية استثمار يعني أنا يبقى عندي فكرة بضخ كمية أو قدر من الأموال بهدف استثمارها ممكن نستثمرها في مشروعات إنتاجية أو ممكن نستثمرها في مشروعات خدمية يبقى كلمة استثمار هي عبارة عن فكرة بضخ بيها كمية من الأموال بهدف استثمارها وتنميتها يبقى ده مشروع استثماري إنما لو قلت مشروع انتاجي يبقى المشروع الانتاجي ده أنا ممكن أدخ أموال بس علشان أنشئ مثلا مصنع وأنتج منتج معين المنتج ده هيخدم مكان بس طبعا لازم أبقى عارف أن المكان ده أو البلدة دي اللي أنا حنتج فيها المنتج ده هم محتاجين للمنتج ده علشان لما انتجه أقدر أن أنا أعمله عملية تسويق وأقدر أعمله عملية بيع يبقى أنا عندي مشروع استثماري بعد كده عندي مشروعات انتاجية بعد كده عندي مشروعات خدمية وكلمة مشروعات خدمية يعني إيه مشروعات خدمية يعني أنا بخدم مجموعة من الأفراد طب اللي أنا بخدمهم دول بخدمهم فين آه أنا بخدمهم أنا ممكن أكون أنا عندي مشروع أو شركة الشركة دي فيها مجموعة من العاملين يبقى أنا بعمل لهم جوه الشركة بتاعتي حاجة تخدمهم زي المواصلات عشان تجيبهم الشركة وترجعهم تاني ممكن يبقى كده مشروعات خدمية داخلية وممكن تبقى خدمية حكومية زي الخدمات اللي بتعملها الحكومة في وسائل النقل والمواصلات العامة في بناء الاسكان وغيرها يبقى انا عندي مشروعات استثمارية مشروعات انتاجية مشروعات خدمية زائد ان في حاجة اسمها مشروعات مغزية مشروعات مغزية مش عشان التغذية لا ده مشروعات مغزية ان انا بغزي المصانع والشركات الكبيرة ببعض الحاجات اللي هي ما بتعملهاش يعني مثلا لو افترضنا ان احنا عندنا مصنع زي مصانع الاساس مصانع الاساس اكيد اللي بتصنع عندي ايه الاساس المنزلي اكيد المصنع ده مش هيصنع مسانير او هيصنع غراء طب تعال ابص الحاجة تانية المصانع مثلا بتاعة المياه الغازية مصانع المياه الغازية هي بتصنع المياه الغازية ولكن هي ما بتصنعش السكر هي ما بتصنعش ساني اكسيدي الكربون اللي اللي بيعمل السودا هي ما بتصنعش الزجاجات ولكن هي بتاخد كل ده وتعمل الخلطات بتاعتها وتعبية في الزجاجات وتبعهم يبقى انا عندي في الصناعات المغزية او المشروعات المغزية الصناعات بتاعت المياه الغازية صناعات السيارات المصانع بتاعت السيارات ما بتصنعش مثلا الكاوتشوك او كابلات الكهرباء او الفرش والجلود ولكن هي بتصنع الهياكل والمواتير يبقى في مصنع صغير حيصنع الكاوتش وكابلات الكهرباء والجلود والفرش ويبدأ المصنع الكبير بتاع السيارات بيصنع السيارة وبياخد الحاجات دي من مصنع صغير يبقى المصنع الصغير ده المصنع الصغير او المتوسط ده بيغزي المصنع الكبير تمام يبقى انا عندي امثلة زي الامثلة بتاعت المياه الغازية ان في مصنع صغيرة بتصنع السكر والصودا عندي زي مصنع السيارات ان انا عندي مصنع صغير بيصنع الكابلات مصنع بيصنع الكاوتشوك مصنع بيصنع الزجاج يبقى ده مصنع بيغزي المصنع بتاع السيارات عندي كمان فيه الصناعات الدوائية والكيموية في الصناعات الدوائية والكيموية المادة الكيموية اللي بيتعامل منها الدواء إذا كانت مستخلصة من حاجة طبعية أو مستخلصة من حاجة كيموية الصناعات الدوائية المصنع بتاع الدواء هو ما بيصنعش الدواء من الألف إلى الياء لا ده فيه مصانع بتصنع مواد كيموية وبعد كده الصناعات الدوائية المصنع بتاع الدواء بياخد المواد الكيموية دي ويعمل منها خلطات بنسب معينة فتعمل الأدوية اللي احنا بنشوفه يبقى أنا دلوقتي في حاجة اسمها صناعات مغزية تمام أو مشروعات مغزية يبقى أنا عندي المشروعات اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي مشروعات استثمارية مشروعات تجارية مشروعات خدمية والخدمية ممكن تبقى خدمية انتاجية أو خدمية داخلية أو خدمية حكومية وبعد كده مشروعات مغزية اللي هي الصناعات الصغيرة اللي بتغزي الصناعات الكبيرة تعالوا نشوف مع بعض كده حنجاوب على أسئلة لو جات في الشق ده إزاي نبص مع بعض المشروعات المشروعات عندي فيه مشروعات اسمها المشروعات الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية ديت ممكن يبقى فيها صناعات انتاجية وممكن يبقى عندي مشروعات مغزية ومشروعات خدمية يبقى أنا المشروعات فيه مشروعات استثمارية مشروعات انتاجية أو مشروعات بصناعات انتاجية ومشروعات مغزية ومشروعات خدمية تعالوا ناخد المشروعات الاستثمارية ونقول إن المشروع الاستثماري هو فكرة أو اقتراح باستثمار قدر من الأموال المتاحة وطبعا ديت بقدر من الأموال المتاحة علشان إيه؟ علشان أقدر أعمل عملية الاستثمار بتاعتي وأقدر أنمي الأموالي وبتكون مشروع لإضافة منتج سلعي أو خدمي للمجتمع في خلال فترة زمنية محددة يعني أنا بضخ الأموال دي خلال فترة زمنية محددة وأشوف الأرباح اللي حاجي لي منها نيجي بعد كده نشوف الصناعات الإنتاجية الصناعات الإنتاجية بيمثل للمشروع الصناعي صورة من صور الاستثمار زي اللي كان فات بس بشكل صناعي إنتاجي من جانب الفرد أو الهيئة أو مجموعة الأفراد الذين يملكون هذا النشاط ولابد لهذا النشاط أن يتلائم مع احتياجات المجتمع قلت لك من شوية أن أنا عشان أعمل مشروع إنتاجي لازم يكون اللي أنا بنتجه دوبي يتلائم مع احتياجات المجتمع الذي ينشأ فيه من حيث حاجة السوق وتوفر إمكانيات التنفيذ من خمات ومعدات وأفراد تعال نروح للمشروعات المغزية يعني إيه مشروعات مغزية يعني منشآت أخرى متخصصة تقوم بتصنيع مكونات أو أجزاء قياسية أو مكونات نصف مشغلة ثم يقوم المشروع الصناعي بتصنيع باقي المنتجات بصوا كده أولاد نرجع تاني كده علشان نعرف يعني مشروع مغزي مشروع مغزي يعني مصنع صغير بنسميه صناعات صغيرة ومتوسطة بتصنع بعض المواد تصنيع جزئي وبعدين تديها للمصانع الكبيرة زي ما قلت لك كده الكابلات والإطارات والزجاج في صناعات السيارات زي السكر وساني يكسيد الكربون في صناعات المياه الغازية زي المواد الكيموية اللي بتروح عشان صناعات الأدوية يبقى مشروع صناعي جاي يتعامل عشان يبقى صناعات مغزية ده معناه أن المشروع الصغير ده بيغزي المشروع الكبير بيغزيه بايه؟ بيغزيه بمنتجات مش تمت الصنع بس هي معمولة علشان المصنع الكبير يعمل المنتج النهائي بتاعه زي السيارات وزي المياه الغازية وزي الصناعات الدوائي نبص مع بعض يبقى المشروعات المغزية منشآت أخرى متخصصة تقوم بتصنيع مكونات أو أجزاء قياسية أو مكونات نصف مشغلة يعني مش تمت الصنع ثم يقوم المشروع الصناعي بتصنيع باقي المكونات طيب المشروعات المغزية منها زيها يعني صناعات المياه الغازية نمرة 2 صناعة السيارات نمرة 3 الصناعات الدوائي طب تعال كده الصناعات المياه الغازية بيحصل فيها ايه؟ بيقوم المشروع بالحصول على المواد السكرية اللي هي بنعمل بها التحلية وسني أكسيد الكربون اللي هي الصودة من منشآت متخصصة ثم يخلطها بالمركزات التي تتضمن صر المشروب وتعبئتها يعني هو بياخد المكونات إنما هو بيعمل لها عملية المعالجة أو يعمل لها عملية الإضافة لبعضها بالسر بتاع الشركة اللي ما بيطلعوش لحد نيجي لصناعة السيارات في صناعة السيارات بيقوم المشروع بالحصول على كل الأجزاء البلاستيكية والمطاط والزجاج والأدوات الكهربية والإلكترونية والكراسي والفرش الداخلي بس مصنع السيارات بيصنع الهيكل وبيصنع المحركات وبياخد كل الأجزاء دي بقى اللي هي ممكن تكون عبارة عن كماليات في السيارة ويبدأ هو يجمح طب في الصناعات الدوائية في الصناعات الدوائية بيقوم المشروع أو صاحب المشروع أو المصنع بخلط مكونات مصنعة لدى الغير يعني المصنع الصغيرة والمتوسطة بتعمل ايه؟ بتصنع المواد الكيموائية يبقى هو يقوم بخلط مكونات مصنعة لدى الغير مع إجراء بعض التعديلات على بعضها ثم تركبها معا في ظروف تصنيع وبكميات تحمل سر العملية الايه؟ الصناعية يعني المشروعات المغزية دي هي مشروعات بتغزي المصانع الكبيرة بمكونات التصنيع اللي بيكون في الغالب نصف مشغلة مش منتهية التشغيل طيب تعالى بعد كده نروح نشوف يعني ايه؟ مشروعات خدمية المشروع الخدمي هو المشروع اللي أنا بعمله علشان أخدم فئة معينة بس المشروعات الخدمية ممكن تكون موجودة على كذا نطاق ممكن تكون موجودة على نطاق ديق داخل المصنع لو أنا صاحب مصنع وعندي ناس عاملين شغالين عندي الناس العاملين دول أنا بحاول أوفر عليهم الوقت اللي حيستغرقوه هم جايين لي من بيوتهم راحين للمصنع أو طالعين من المصنع ورجعين لبيوتهم يبقى أنا كده ممكن أعمل لهم خدمة تنقل وطبعا ممكن أو لازم حاسبهم عليها من مرتبتهم يبقى أنا كده عملت لهم خدمة بس خدمتي مين اللي داخل المصنع يبقى سميها خدمية داخلية زائد أنه ممكن خدمات تانية زي الخدمات اللي بتوفرها الحكومات أو اللي بتوفرها الدولة زي الخدمات الحكومية وسائل النقل والمواصلات وغيرها من المساكن وغيره وغيره طب تعالوا نبص كده نشوف مع بعض المشروعات الخدمية تقوم بعض المشروعات بإنتاج خدمة غير ملموسة يصعب قياسها وتختلف باختلاف تأثير على الأشخاص منها خدمية تجارية يعني بقى دي خدمة بس خدمة تجارية منها خدمية داخلية يعني الخدمات اللي عاملة داخل مشروعي منها خدمية حكومية طب تعالوا كده نشوف مع بعض الخدمية التجارية لما كن بقوم بإنتاج سلعة خدمية يتم بيعها للجمهور بعمل سلعة خدمية ببحها للجمهور اللي هم حيكونوا مستهلكين وبالتالي يسهل قياس العائد من هذا النوع من المشروعات بالمقارنة بالمشروعات الخدمية الأخرى العائد هنا أنا بقيسه من خلال اللي أنا بعته للناس طيب الخدمية الداخلية يبقى يقصد بها المشروعات التي تقوم إدارة المشروع بتنفيذها لخدمة العاملين مثل إعداد مشروع لنقل العاملين بالمنشأة إنشاء كافيتيريا بالمنشأة ووضع برامج تدريبية بالمنشأة طب تعالوا نشوف الخدمات الخدمية الحكومية ويقصد بها المشروعات التي تقوم بتوفرها وإعدادها الحكومة المركزية والحكومات المحلية بغرض خدمة الجمهور أو المواطنين يعني مثل إنشاء المدارس والجامعات وإقامة المستشفيات طيب تعالوا بعد كده نشوف مع بعض هو أنا لما أجي أعمل مشروع صناعي المشروع الصناعي ده حتكون عناصره إيه إنت جاي دلوقتي عايز تبني مشروع مشروعك ده حيكون عبارة عن إيه نمرة واحد لازم يكون عندك رأس مال ورأس المال ده حاجة من اتنين يا إما رأس المال خاص أنت متوفر معاك فلوس وتقدر تدخها وتعمل بها مشروع أو تعمل تمويل تاخد تمويل اللي هو يعتبر تمويل بالمديونية يبقى تاخدها بالدين من البنك عن طريق القروض طب نمرة واحد في عناصر المشروع نمرة واحد رأس المال نمرة اتنين الأرض اللي حتبني على المشروع نمرة تلاتة العمالة نمرة اربعة ايه الألات نمرة خمسة الخمات نمرة ستة الحاجات اللي هي البنية التحتية أو البنية الأساسية يبقى أنا دلوقتي لازم أخلي بالي أن المشروع بتاعي بيقوم على إيه بيقوم على رأس المال بيقوم على الأرض بيقوم على العمالة بيقوم على الألات بيقوم على الخمات والبنية التحتية رأس المال احفظ دول كويس رأس المال الارض العمالة الخمات الالات والبنية التحتية رأس المال بتاعي ممكن يكون رأس المال ده رأس مال مملوك او رأس مال خاص او واخده بالمديونية الارض بتاعتي لازم يكون فيها شروط كتير طب تعالا كده نشوف كل جزئية ولما تذاقف عند كل جزئية نشرحها مع بعض عناصر المشروع الصناعي اول حاجة في عناصر المشروع الصناعية رأس المال نمرة اثنين الارض اللي حبني عليها المشروع نمرة ثلاثة العمالة الناس اللي حيشتغلوا جوه المشروع نمرة اربعة المواد الخام نمرة خمسة المعدات والالات ونزود عليها البنية التحتية طب تعالا كده نشوف رأس المال اللي موجود عندي رأس المال ويقصد به الموارد التمويلية الفلوس اللي حيشتغل بيها والتمويل هو المصدر الذي يعتمد عليه المستثمر في تجهيز وانشاء التمويل التمويل برأس المال ده ممكن يكون تمويل ذاتي يعني برأس المال الخاص او يكون بالتسهيلات البنكية يعني نعمل اقتراض يبقى انا التمويل يا اما تمويل ذاتي برأس المال بفلوسي او بالتسهيلات البنكية عشان نعمل اقتراض طيب تعالا كده التسهيلات البنكية اللي هي الاقتراض في الغالب بيتم لجوء المستثمر الى الاقتراض عشان يوسع دائرة انتاجه خاصة وان بعض المشروعات تحتاج الى تجهيزات حديثة وتبقى الاقتراض ده حيقوي رأس المال بتاعه طيب يا ولاد يعني ايه اقتراض اقتراض يعني انا حاخد قرد من البنك يعني انا حاخد فلوس من البنك الفلوس اللي حاخدها من البنك دي عشان نزود بها رأس المال طيب انا دلوقتي لما حاخد الاقتراض ده من البنك حاخده بشكل ايه اه طالما اسمه اقتراض يبقى هو اللي انا حاخده ده اسمه قرد طيب والقروض انواح ايه القروض قرد قصير الاجل قرد متوسط الاجل قرد طويل الاجل قصير الأجل متوسط الأجل طويل الأجل القصير الأجل ده ينتهي أو أسدده خلال سنة متوسط الأجل يعني خلال خمس سنوات طويل الأجل أكتر من خمس سنوات ممكن أوصل زي ما يكون من البنك بحدد معي يبقى أنا القروض بتاعتي قصير الأجل متوسط الأجل وطويل الأجل قصير متوسط وطويل طب أنا دلوقتي لما أنا حاجي أخذ القرد بتاعي ده مين الناس اللي بتمولني الناس اللي بتمولني دول اسمهم سوق النقد وسوق المال أنا لو قلتلك دلوقتي سوق النقد تعريفه كذا وسوق المال تعريفه كذا ممكن بعدها ما تحفظهم وتذاكرهم تطلغب طب أنا هقولك على حاجة طريفة وظريفة كده تخليك ما تنساش مش النقد دي جاي من حاجة زي النقود يعني الاموال القليلة والمال دي جاي من الاموال زي الاموال الكبيرة يبقى سوق النقد هو مجموعة من المنشآت اللي بتتعامل مع القروض قصيرة الأجل إنما سوق المال هي مجموعة المنشآت اللي بتتعامل مع القروض متوسطة وطويلة الأجل يبقى سوق النقد مجموعة المنشآت اللي بتتعامل مع القروض قصيرة الأجل إنما سوق المال بتتعامل مع القروض طويلة الأجل تعال نشوف أنواع القروض ونجاوب عليها إزاي أنواع القروض القروض عندي أول نوع من أنواع القروض قرد قصير الأجل وقرد متوسط الأجل وقرد طويل الأجل القرد قصير الأجل وده اللي بتستحق فيه مدى زمني يقل عن العام يعني خلال سنة وتشمل بدرجة أساسية مصدرين هما الاعتمان المصرفي والاعتمان التجاري القرد المتوسط الأجل وهي القروض التي يتم الحصول عليها من البنوك وشركات التأمين والتي يزيد عمرها عن العام وتسدد فوائدها بصفة دورية سنوية أو ربع سنوية بينما يسدد أصل القرد مرة واحدة في نهاية المدة أصل القرد هنا بيسدد مرة واحدة إنما اللي بيسدد هنا خلال سنويا أو ربع سنويا وده حيكون الفوائد بتاعته طيب طويل الأجل وهي التي يزيد أجلها عن العام ولا يتعدى عشر سنوات لدى البنوك أو خمسة عشر عاما لدى شركات التأمين مع ملاحظة هامة وهي إن أصل الدين وفوائده يسددان معا في صورة أقصات يعني أصل الدين بيتسدد فقصات إنما هنا أصل الدين بيتسدد مرة واحدة في نهاية المدة طيب أسواق لإتمان في حاجة اسمها سوق النقد اللي لسه قلت عليها اللي بتتعامل مع القروض الصغير إنما سوق المال بتتعامل مع القروض الكبير يبقى أنا عندي دلوقتي سوق النقد هو يضم هذا السوق مجموعة المنشآت التي تتعامل في القروض القصيرة الأجل مثل بنوك الادخار وبنوك الخصم وبنوك القبول وبنوك التجارة الخارجية والبنوك التجارية بواجه عام إنما سوق المال يبقى ويتكون هذا السوق من مجموعة من المنشآت التي تتعامل مع القروض والاستثمارات طويلة الأجل كما تقدم القروض بضمان العقارات وكده يبقى أنا دلوقتي سوق النقد منشآت بتتعامل مع القروض قصيرة الأجل سوق المال بتتعامل مع المنشآت طويلة الأجل يبقى أنا كده خلصت أول عنصر من عناصر المشروع وهي رأس المال نخش على تاني عنصر وهو الأرض والأرض هي المكان اللي يقام عليه المشروع ويجب أن يدرس الموقع والبيئة لازم أشوف الأرض دي صالحة للبناء الأرض دي قريبة من الأسواق الأرض دي قريبة طيب تعال نشوف الاعتبارات الواجب مراعتها عند اختيار موقع المشروع العوامل الواجب مراعتها عند اختيار موقع المشروع نمرة واحد قرب الموقع من أماكن تواجد المواد الخام عشان يقدر يجيب المواد الخام بسهولة وبسرعة وما يتكلفش فيها نقل كتير نمرة اتنين قرب الموقع المشروع من شبكات الطرق والمواصلات عشان يقدر يجيب المواد الخام يدخلها ويقدر يرجع كمان المنتجات ينزلها في الأسواق نمرة ثلاثة دراسة البيئة المحيطة من حيث الحرارة والرياح والرطوبة وغزارة الأمطار عشان ما يتسببش في تلف المصنع بتاعه نمرة أربعة يجب أن يراعى قرب موقع المشروع من أماكن تواجد العمالة واستقرارهم علشان ما يستنفس طاقة العاملين اللي معاه في الذهاب والعودة لشغلهم نمرة خمسة أن تكون مساحة الأرض كافية مع مراعاة التوسعات المستقبلية يعني نعمل حسابي أن أنا ممكن أتوسعي بقى أنا كده خلصت عنصرين مهمين جدا من عناصر المشروع وهي رأس المال والأرض طب تعالى بقى نشوف تالت عنصر أنا خلصت رأس المال وخلصت الأرض أهم عنصر من العناصر وهو العمالة العمالة يعني إيه؟ يعني الناس اللي شغالين عندي داخل المصنع العمالة لما أقولك يعني عمالة تقولي هم الأشخاص القائمين على العمل داخل المشروع الصناعي طب العمالة أنواحها إيه؟ آه نمرة واحد في عمال عاديين والعامل العادي ده اللي بتوكل إليه الأعمال العضلية عشان يشير حاجة يحط حاجة يناول حاجة يبقى نمرة واحد عمال عاديين عمال فنيين عاديين عمال فنيين مهرة عمال فنيين زو مهرات خاصة عمال فنيين عاديين عمال فنيين مهرة عمال عمال فنيين عمال عاديين عمال فنيين عمال فنيين مهرة عمال فنيين زو مهرات إيه؟ خاصة العامل العادي اللي بتوكل إليه الأعمال العضلية عشان يشير حاجة أو يحط العامل الفني عادي فنيين عاديين وده اللي انا ممكن اوقفه علشان يناول على المكنة يبقى ده اللي احنا بنسميه الصابي اللي واقف يناول العامل الفني اللي واقف بيشتغل على المكنة طب عمال مهرة ودول اللي بتوكل اليوم اعمال التشغيل يعني ده اللي حيبقى واقف على المكنة بينتج واللي قابله ده كان بيساعده طب مين العمال اللي زو مهارات خاصة زو مهارات خاصة ده اللي ممكن يعمل صيانة للمكنة اللي ممكن يعمل عملية تفتيش على المنتجات علشان يشوفها سليمة ولا لا طب العمال دول أنا بجيبهم منين؟ العمال عشان أجيبهم بنبعث نكلم المدارس الفنية والمعاهد الفنية الصناعية بنبعث نعمل إعلانات بالصحف والمجلات بنبعث نكلم العمال السابقين اللي هم مبقوا متقاعدين أكلم العمال الحاليين يبقى أنا دي كلها مصادر أجيب منها عمالة أكلم كمان النقابات الفنية والصناعية تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي عمال عاديين عمال فنيين عاديين عمال فنيين مهرة عمال فنيين زو مهارات ايه؟ زو مهارات خاصة نشوف مع بعض كده بند العمالة العمالة معناها في المشروع الصناعي هم الأفراد القائمين على العمل في مجال الإنتاج العمالة في المشروع الصناعي هم الأفراد العاملين في مجال الإنتاج والعمالة عمال عاديين عمال فنيين عاديين عمال فنيين مهرة وعمال زو مهارات خاصة أو فنيين زو مهارات خاصة يبقى طب مصادر الحصول على العمالة ايه؟ مصادر الحصول على العمالة نمرة واحد عن طريق العاملين الذين يعملون بنفس التخصص نمرة 2 عن طريق الاتصال بمن كانوا يعملون من قبل في نفس المجال نمرة 3 عن طريق الإعلام بالصحف والمجلات نمرة 4 عن طريق الاتصال بالنقابات المهنية نمرة 5 عن طريق الاتصال بالمدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب المهني نمرة 6 عن طريق الاتصال بمكاتب التوظيف والقوة العاملة نمرة 7 عن طريق الاتصال بالمتقاعدين والخارجين عن الخدمة الناس اللي كانت شغالة قبل كده. طيب. انا دلوقتي يا اولاد بقى عندي مصنع. اخترت ارضه. وجبت رأس المال. وجبت العمالة اللي هتشتغل. فاضل ايه? الخمات والمعدات. طيب الخمات اللي انا بشتغل بيها. الخمات اللي انا بشتغل بيها في عندي اربع انواع من الخمات. خمات بنسميها خمات اولية. يبقى عندي اول حاجة خمات اولية. نمرة اتنين خمات نصف مصنعة. نمرة تلاتة خمات منتهية الصنع. خمات مستهلكة. ازاي? اولية ونصف مصنعة ومنتهية الصنع ومستهلكة. حديك مثال بسيط قوي. نفترض ان احنا عندنا مصنعة زي مصنع الاساس. مصنع الاساس ده محتاج خشب. الشجرة تعتبر مادة خم اولية. الشجرة دي لو قطعناها بقت الواح خشب بقى اسمها مادة نصف مصنعة. لو خدنا الواح الخشب عملنا منها كراسي وطرابزات ودوليب. يبقى الدولاب ده مادة منتهية الصنع. يبقى الشجرة مادة خم اولية. اللوح الخشب مادة خم نصف مصنعة. بعد كده الاساس اللي احنا خدناه بقى مادة منتهية الصنع. طب ايه المادة المستهلكة? المادة المستهلكة اللي انا هستخدمها في عملية الانتاج. ولكن لا تظهر في المنتج النهائي. زي الراجل اللي واقف على المنشار. بيحتاج حاجة يزيد بيها. بيحتاج قطعة قماش ينظف بيها. يبقى دي مادة مستهلكة منما ما ظهرتش في الايه? ما ظهرتش في المنتج. تعال نشوف المواد الخام. المواد الخام يتم اختيار انسب الخامات وتقسيم الخامات اللازمة للتصنيع الى. نمر واحد مواد خام اولية. خامات اولية. وهي التي يتم تصنيحها من خلال العملية الصناعية التي داخل المصنع. ومثال ذلك الالواح والاعمدة. نمر اتنين. مواد خام نصف مصنعة. وهي الاجزاء التي يتم تصنيحها جزئيا في مصنع اخر. ثم تستكمل بقية العمليات الصناعية. ومثال ذلك المسبوكات والمطرقات. نمر اتنين. مواد خامات تمت الصنع. وهي اجزاء يتم تصنيعها نهائيا في موضع اخر متخصص. وبتدخل في تركيب المنتج النهائي. مثال ذلك المواسير والسيور. بعد كده عندي مواد مستهلكة. والمواد دي هي مواد تساعد على اتمام العملية الصناعية. ولكنها لا تظهر في المنتج النهائي. مثل الزيوت والشحوم. وطبعا الخامات دي لما حاجي استخدمها عندي في عملية الانتاج. لازم اشوف الخواص بتاعت الخامات. يعني انا محتاج مادة تكون بتوصل كهربيا. يبقى لازم اشوف خواصها الكهربية. يبقى عندي خواص كهربي. عندي خواص حراري. عندي خواص فيزيائي. عندي خواص كيميائي. خواص كهربية يعني قابلية المادة للتوصيل الكهربي او لا. خواص حرارية قابلية المادة لتوصيل حرارية او لا خواص فيزيائية طبعتها ووزنها النوعي وشكلها ولونها خواص كيميائية قابليةها للتأكل والصدق يبقى انا لازم لما هستخدم مادة خام لازم اتحقق من الخواص دي كلها يبقى انا خدت دلوقتي رأس المال خدت الارض خدت العمالة خدت الخمات طب فاضل الالات اللي انا هشتغل بيها الالات دي قرار الالات بيتوقف على ايه بيتوقف طبعا انا لما حاجي علشان اشتري اه لا لازم حبص على رأس المال اللي معاي حبص على التطور التكنولوجي اللي موجود اجيب مادة بدائية ولا اجيب مادة متطورة هشوف خبرات العاملين اللي موجودة عندي تسمح بان انا جيب لهم مكينة متطورة ولا لا تعالوا نشوف الالات الالات والمعدات والالات والمعدات دي هي اللي حتصنع عندي العوامل اللي بتحدد اختيار الالات اللازمة للمصنع وهي رقم واحد التطور والتقدم التكنولوجي والفني نمرة اتنين درجة مهارة وتواجد العامل المناسب لقالة الانتاج نمرة تلاتة اقتصاديات عملية الانتاج هل انا ممكن اطلع منتجات كتير ويكون بسعر قليل ولا تمن المكينة والالة دي هيأثر عليها نمرة اربعة اطلب على المنتج وتكلفة الانتاج هاجيب مد مكانة متطورة مثلا تطلع منتجات كتير اوي في وقت قليل ولكن هل في طلب عليها هيخلصت المنتجات الكتير ولا هتستنى عندي في المخازن نمرة خمسة مساحة الارض المتاحة هل مساحة الارض تكفي لمكينات كبيرة ولا لا نمرة ستة امكانية المنافسة اجيب مكينات متطورة عشان اخش منافسة نمرة سبعة قيمة رأس المال وكونه وطني او اجنبي لان رأس المال هيكون من اكتر حاجات اللي هتأثر على اختيار الالات البنية التحتية اولاد والمقصود بيها انما اعمل عملية ربط للمشروع الصناعي بالشبكات شبكات الكهرباء وشبكات الصرف وشبكات المياه البنية التحتية هي اللي هتخليني اقدر اشتغل بالمشروع او ممكن توقفه ليه لان المشروع ده اكيد محتاج كهرباء محتاج مياه محتاج صرفي صحي يبقى البنية التحتية دي هي كل حاجة هتبقى متوصل بها المشروع من خدمات وفي الغالب بتكون خدمات حكومية نبص مع بعض يبقى البنية التحتية والمقصود بها ربط المشروع بالبنية الاساسية العامة وفق وطبيعة نشاط المشروع واهم مكونات البنية التحتية هي الطرق الفرعية الجسور والكباري خطوط فرعية للسكك الحديد توصيلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتمثل هذه المكونات اهمية كبيرة يتوقف على بعضها قدرة المشروع على القيام بعملياته الانتاجية ويساعد البعض الاخر في تحقيق اهدافه بكفاءة طيب انا دلوقتي يا ولاد عرفت اعمل المشروع بتاعي المشروع بتاعي خلاص انا كونته من حيث الارض والعمالة والالات والخمات والمعدات والفلوس لازم المشروع ده يتعمل له اشهار انا كونت المشروع خلاص من كل حاجة بس لازم المشروع يبقى له اشهار يعني ايه اشهار يعني يكون في ورق موجود في المحكمة الابتدائية بيقول ان المشروع ده موجود علشان اقدر اخد ترخيصه وعلشان كمان لو في شراكة ما بيني وما بين حد اقدر احدد في العقد بتاع الاشهار ده نسب كل واحد وطريقة تعاملنا مع بعض والطرق تقسيم الارباح كمان يبقى اشهار المشروع هو اننا بعلن عنه وده طبعا بيكون خلال 15 يوم من التوقيع عليه احنا مابلنا شركة وعملناها على ورق نوقع عليه وخلال 15 يوم نشهر المشروع فيه الام الكاتب فيه المحكم ويكون الاشهار ده عبارة عن عقد مشهر ويكون العقد ده فيه كل حاجة بتخص الايه بتخص المشروع نبص مع بعض كده اشهار المشروع المشروع بتاعي حيتشهر ازاي بيستوجب ان يكون عقد الشركة اللي هي عقد الشراكة بتاعت المشروع مكتوبا كما يستوجب ايضا اشهار تكوين الشركة وكذا اشهار ملخص العقد خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع خلال 15 يوم يعني خلال اسبوعين بالزبط اكون عملت الاشهار ده طب وبيكون ازاي ويكون اشهار عقد التكوين بالايداع بقلم الكاتب لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها كل مكان فيه في الدائرة محكمة اروح اعمل اشهار المشروع طب تعالى كده بصفة عامة يجب ان يتضمن عقد الشراكة اهم البنود التالية عقد الشراكة يتضمن على ايه نمرة واحد اسماء الشركاء والاسم المتفق عليه للشركة يعني اسماء الشركاء اللي هم دفعين فلوس وحيبوا شركاء في الشركة نمرة اتنين اسم الشركة هيكون ايه واهدفها اللي اتكونت من اجله شركة خدمية بقى شركة تجارية شركة استثمارية نمرة اتنين تاريخ تكوين الشركة ومدة سريان العقد امتى الشركة دي اتكونت والعقد ده مدته قد ايه وممكن يتوقف امتى لوقف سريانه نمرة تلاتة انصبة الشركاء في رأس المال والصورة التي يتم تقديمه بها انصبة الشركاء كل واحد له نصيب قد ايه في الشركة نمرة اربعة السلطة المخولة لكل شريك كل واحد من الشركة من الشركاء يقدر يعمل ايه وايه الواجبات اللي عليه وايه الحقوق اللي ليه نمرة خمسة النظام المحاسبي الواجب اتباعه والمجموعة الدفترية هنتحاسب مع بعض كل قد ايه هنتحاسب مع بعض كل تلات شهور هنقسم ارباحنا كل سنة هنعمل ايه كل فترة والفترة دي قد ايه نيجي بعد كده نقول نمرة ستة المعالجة المحاسبية لمحسوبات الشركة وحدود هذه المحسوبات والمعالجة المحاسبية للقروض المتبادلة بين الشركة والشركاء يعني الشركة دي وغد قروض والقروض دي بتتسدد كل قد ايه والمفروض تكون مخلصة قروضها امتى ومعالجة الزيادة في رأس المال لو دخلنا رأس مال زيادة نمرة سبعة طريقة توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء طبعا كل شريك ولوه نصيب يبقى لازم برضو نقول ان الارباح هتتوزع ازاي والخسائر برضو هتتوزع ازاي التي ترتكن اليها وتتوقيت استحقاق الشركاء للارباح اذا ما تحققت تمام يبقى انا دلوقتي عرفت ايه هي العناصر اللي بتتكون منها عقد الشراكة طيب انا النظم الادارية اللي بشتغل بيها نمرة واحد مجموعة الانظمة الادائية في نظم ادارية بقدر اطبقها داخل المشروع بتاعي وهي نمرة واحد هم ثلاث نظم مجموعة الانظمة الادائية مجموعة الانظمة الادائية دي وهي الانظمة اللي بتحسن من الانتاج والعمل الفعال والابتكار مثال لنظم المعلومات طيب نمرة اتنين مجموعة الانظمة السلوكية جاية من اسمها السلوكية يبقى بتتكلم عن السلوكيات وهي الأنظمة التي تحسن من السلوك وتهتم بالناس لأنهم أعضاء تنظيم المشروع نمرة ثلاثة مجموعة الأنظمة الوظائفية وهي الأنظمة التي تحسنها وتربط أداء وسلوك يبقى أن الأنظمة الوظائفية ستربط ما بين الأنظمة الأدائية والأنظمة السلوكية وهي بتنظم لوائح وإجراءات وسياسيات خاصة بالنواحي المالية والإنتاجية والتسويقية للأفراد في المخازن والمبيعات والمشتريات طيب تعالى كده نقول مع بعض أنا بقى عندي مشروع المشروع ده اتكون من أرض وعمالة ورأس مال وبقى عندي كمان آلات بقى ده مشروع أشهرت المشروع وبقى عندي عقد واخترت كمان نظم للأداء جواه المشروع ده بدأ يطلع منتجات طب المنتجات ده أنا عايز أبيحها أبيحها ازاي لازم يكون عندي تسويق حسوى المشروع ازاي آه التسويق ده اللي احنا عارفينه بيبقى فيه إعلانات وناس بتنزل في الشارع وناس تروح بالعربيات وتنزل للمحلات ويبيعوا البضاعة ويلموا فلوس آه يبقى التسويق ده عبارة عن مجموعة من الأنشطة الهدف منها أن أنا أعمل عملية بيع لمنتج معين أعمل عملية بيع لمنتج إيه؟ معين تعالى نشوف التسويق ونشوف مرحله بس خلي بالك أن التسويق أوله لازم أعمل بحس للمنتج ده حينفع ولا لأ أعمل تصميم للمنتج علشان أعرف أبيعه أعمل ترويج للمنتج اللي هي الإعلانات أعمل خدمة رجال البيع الناس اللي حتنزل تبيع في الشارع عشان يعملوا أوفرات يعملوا حاجات اللي هي المبعات بتاعته يعمل خصومات يعمل زيادات يعمل إعلانات وهكذا تعالى نشوف يعني إيه تسويق وإيه هي مراحل التسويق التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تتسم بالتكامل كلها متكاملة مع بعض والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق التبادل الفعال للمنتجات في ظل معطيات البيئة ويتضمن التسويق ممارسة الوظائف التاليه حيعمل التسويق نمرة واحد بحوث التسويق بحوث التسويق وهو ذلك النشاط الذي يعني بدراسة الأسواق والتعرف على طبيعة المستهلك أشوف السوق وطبيعة المستهلك وخصائصه وتوزيعه الجغرافي على حسب الدخل واحتياجاته عشان أصمم منتج ينفع الناس اللي موجودة في المكان ده تشتريه حوزعه حسب دخل الناس واحتياجاتهم يبقى أول حاجة بحوث التسويق نمرة اثنين تصميم المنتجات يبقى أنا هعمل تطوير لتصميم المنتجات وفقا لرغبة المستهلكين أعمل شكله والتغليف بتاعه والعلب اللي هيتحط فيها بحيث أنها تكون وفقا لرغبات المستهلكين وكذلك تصميم العبوات والأسماء التجارية والعلامات كل ده من شغل التسويق يبقى أول حاجة كان اسمها بحوث التسويق نمرة اثنين تصميم المنتج نمرة ثلاثة التوزيع التوزيع ده الناس اللي هتروح توزع في الأماكن يبقى بيتعين اختيار قناة التوزيع المناسبة فهل من الأفضل أن تبيع المنشأة مباشرة إلى العملاء الشركة تبيع للعملاء بتحها المنتج اللي بتطلعه أم هل الأفضل البيع لتجر الجملة وتجر الجملة يبيع لتجر القطاعي أم البيع عن طريق المندوبين الناس تلف تبيع للناس أو عن طريق البريد أو عن طريق التلفزيون يبقى نمرة واحد بحوث التسويق نمرة اثنين تصميم المنتجات نمرة ثلاثة التوزيع نمرة اربعة الترويج وكلمة الترويج أولاد اللي هي الإعلانات ويبقى الترويج بيقصد به مجموعة الأنشطة التي تؤدي إلى تنشيط المبعات بعمل حاجات تعمل لي تنشيط للمبعات تنشيط المبعات ده ممكن يكون عن طريق أننا أعمل إعلانات أعلن في الصحف أعلن في التلفزيون أعمل إعلانات موجودة على الكبير من من الناس تشوفها كتير عشان يكون فيه نشاط لعملية البيع ويقصد به مجموعة الأنشطة التي تؤدي إلى تنشيط المبعات في الأسواق ويتضمن الترويج عدة طرق منها الإعلان والإعلان هو فن التعريف ويتطلب ضرورة تصميم الرسالة الإعلانية المناسبة القادرة على لفت انتباه العميل وإثارة اهتمامه يبقى أنا التسويق عندي بحوث التسويق نمرة 2 تصميم المنتجات نمرة 3 التوزيع نمرة 4 الترويج نمرة 5 التسعير وكلمة التسعير يعني تحديد الأسعار المناسبة للمنتجات من القضايا الحيوية التي تواجه مدير التسويق لازم أحط سعر مناسب بس السعر المناسب ده هو يعني إيه مناسب؟ سعر مناسب يعني يناسب صاحب المصنع علشان ما يقديش له لخسارة وفي نفس الوقت يناسب المشتري المستهلك علشان يشتريه ويكون مقبول يبقى تحديد الأسعار المناسبة للمنتجات من القضايا الحيوية التي تواجه مدير التسويق فالمطلوب أن يكون السعر مقبولا من قبل المستهلكين وأن يكون سعر تنافسي عشان أن أقدر نافس المنتجات اللي موجودة بنفس المنتج أو بنفس الموصفات بتاعتي اللي موجودة في السوق وفي ذات الوقت يحقق قدر من الربح المعقول للمنشاعة علشان ما يقديش لخسارة نمرة ثلاثة أو نمرة ستة بقى إدارة رجال البيع اللي بيلزم تحديد اختصاصات كل واحد فيهم طب أنا دلوقت أولاد بقى عندي دلوقت بعدنا ما بقى عندي مشروع وبقى عندي كمان نظام إداري وبقى عندي كمان حاجة اسمها المبيعات اللي هي مجموعة من الأنشطة مجموعة الأنشطة ديت هي الأنشطة اللي حتسبب لي عملية البيع طب مجموعة الأنشطة ديت قلنا إنها عبارة عن بحوث التسويق وتصميم المنتج وتسعير المنتج والترويج وخدمة رجال البيع خلي بالك معي أنا عملت إيه من أول حلقة قلت من أول حلقة إن أنا عندي شركات اللي هي الشركات المسئولية المحدودة التوصية البسيطة شركات التضامن قلت إن أنا عندي مشروعات مشروعات استثمارية مشروعات إنتاجية مشروعات خدمية وبعد كده قلت إن أنا عندي مشروعات اسمها المشروعات المغزية المشروعات المغزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتغزي المشروعات الكبيرة زي المشروعات اللي بتغزي صناعة المياه الغازية زي السكر ووساني وكسيد الكربون زي المشروعات اللي بتغزي صناعة السيارات بالكابلات والزجاج زي المشروعات اللي بتغزي الصناعات الدوائية قلنا إن أي مشروع لازم يقوم على إيه؟ يقوم على رأس المال لازم يقوم على الأرض لازم يقول على العمالة يقوم على الخمات يقوم على البنية التحتية ويقوم على الألات بعد كده قلت أن أنا عندي مجموعة من الأنظمة الإدارية الأنظمة الإدارية هي نظام إداري وظائفي ونظام إداري سلوكي تمام وتبقى الأنظمة دي اللي بتحكم في الشغلة عند خلاص أنا بقى عندي شركة وعندي منتجات بصنحها الشركة دي خلاص يبقى أنا عندي دلوقتي لازم يبقى عندي جزء إداري تاني وهو الأجزاء الخاصة بالمشتريات إذا كنتوا عايزين تشوفوا المشتريات يبقى لازم تنتظروني بإذن الله في الحلقة القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته